سنة 2000 كانت الطبقة الوسطى في تركيا حوالي 15% فقط من السكان سنة 22 الطبقة الوسطى مثلت 40% من السكان يعني قافزت من 15% إلى 40% وزي ما حضركم عارفين الطبقة الوسطى في أي مجتمع هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي تركيا برضو بتتميز بوجود قوى عاملة شابة وديناميكية متوسط الأعمار في تركيا 32 سنة قارنها كده بألمانيا متوسط الأعمار فيها 48 سنة في إيطاليا 47 في أسبانيا 44 وزي ما حضركم عارفين كل ما توسط الأعمار يصغر كل ما ده يتيح للمجتمع قوى عاملة شابة قوى عندها طاقة عندها ابتكار عندها تجديد ميزة تانية موجودة في المجتمع التركي هو نسبة التعليم العالية 15% من المجتمع التركي مع شهدات جامعية وعندهم برضو عمالة فنية مدربة تركيا فيها مدارس تدريب مهني من أكثر المدارس في العالم بتخرج فنيين مهرة في كافة الصناعات بدء من الحلقين للصناعات الدفاعية ترجمة نانسي قنقر